وللمزيد من المتابعة معنا من أبو سنبل مرسل التلفزيون المصرية باسم أبو العنين باسم ضعني في صورة الوافدين من السودان الشقيق مساء الخير من مدينة أبو سنبل جنوب محافظة أسوان وبالقرب من الحدود المصرية السودانية تواصل الدولة المصرية جهودها الدعوبة والمستمرة على مدار الساعة لاستقبال الوافدين والعابرين من دولة السودان الشقيق الهاربين من وطأة الأحداث هناك سواء كانوا من الأشقاء السودانيين أو من جنسيات أخرى عابرين إلى بلادهم عبر الحدود المصرية مصر تقدم عبر معبري قسطل وأركين الدعم اللوجستي اللازم لكل العابرين وتقديم كافة الاحتياجات التي يحتاجها العابرون سواء احتياجات تطبية أو احتياجات لوجستية مثل توفير استخراج أو راق الدخول للأراضي المصرية الإلكترونية المستحدثة من وزارة الخارجية المصرية لتوفير المشاقة عليهم والاطمئنان على دخولهم مصر بطريقة قانونية وطريقة رسمية بلا تلاعب في الاستغلال هذه الظروف من قبل البعض مصر والتي أعلن المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق أعلن بأنها الدولة الأكبر من بين الدول المستضيفة للوافدين والعابرين من دولة السودان وبهذا الخصوص فإن مصر تقدم كافة أوجه الدعم للوافدين من دولة السودان الشقيق وسط تلاحم لكافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدنية نعم أشكرك جزيلا شكرا باسم أبو لانين مراسل التلفزيون المصري كنت معي من أبو سمن